زوجها طلقها وهي بغيبوبة بعد مال كل ايس من حالتها لكن بعدها صار الشي اللي محا تشان يتوقعه وحدثت المعجزة وتغير كل شي انا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا خلوا لايك للفيديو وتعالى احجي لكم هلا يا بشونكم تبلش قصتنا ويا صاحبتها طمارة اسمها شوي غريب اعرف لكن هو هيش اسمها طمارة المهم طمارة بنت متزوجة وعدها اطفال وعايشة حياتها سعيدة وطبيعية جدا بيوم من الايام كانت تشتغل خلصت شغلها وحبت تطلع تتنفس وتشتمهوها فوقفت ببالاكونة شقتها او الشرفة او البراندة ما عرف يعني هي لها مساميات اخرى لكن خلينا نقول وقفت على شرفة شقتها وهي واقفة فجأة حست نفسها داخت وبدت تفقد الوعي الى ان فقدت كل شي بهاي اللحظة طمارة وقعت من شرفة شقتها خارج البيت ووقعت عالطريق ركض عليها زوجها والناس واسعفوها بسرعة للمستشفى وبعد ما وصلت هناك بعد الفحص اكتشفوا انه عدها كسرين بالعامود الفقري وتلث كسور بمفصل الرجل الايمن وكسر بالورك فاضطروا انهم يدخلوها لغرفة العمليات مباشرة لان شاء لازم يسولها عملية البلاتين والبراغي وهي الامور حتى الكسور اللي عدها تجبر ويقدرون الاطباء يسيطرون على الموضوع المهم فوته طمارة على الطبق المحوري حتى يكشفون على الجسم بالكامل هذا الطبق المحوري اللي يكون شكله دائري ويدخل بداخل الانسان وينكشف على كل جسمه وهنا الطبيب اكتشف انه طمارة عدها ورم سرطاني بنقي العظام اللي هو النخاع ونتيجة تأخر الحالة بما انه تمكشفها بوقت متأخر انتقلت خلايا هذا المرض للرأتين وللحوض ووصلت للدماغ طبعا هنا لحد الان طمارة كانت فاقد الوعي ما تدرب اي شيء ومن يومها دخلت بغيبوبة وراحت بعد ما تعرف شيء عن العالم اللي حولها وخلال هذه الشهرين اللي دخلت بيها وفقدت الوعي صارت هواية احداث اول شيء صار خلال الغيبوبة بيوم من الايام توقف نبض تمارة تماما وظل متوقف لمدة سبع دقائق فقرروا الاطباء يرفعون عنها الاجهزة لان خلاص شافوا كلش انتهى وراحت تمارة الى رحمة الله لكن اثناء ما كان الطبيب يحاول يفصل عنها الاجهزة تمارة اتحركت ايدها والطبيب لما لاحظ حركة ايدها كلش يتفاجئ وصار جدا ملهوف يحاول يرجعها للحياة وينعشها باي طريقة فظل يحاول ينعشها عن طريق الضغط بالايد على منطقة الصدر فكان يضغط بكل قوته وملهوف حتى يحاول يخليها تعيش وهذا الضغط تسبب الطمارة بكسر ظلعين لكن الحمد لله رغم كسر الظلعين لكن طمارة رجعت للحياة ورجعوا ركبوا لها الاجهزة ورجعت مرة ثانية لغيبوبتها ايضا ما تدري شيء والتقرير الطبي كان يقول ممكن طمارة تصحى وممكن تروح للي يخلقها وممكن تخلص حياتها بالغيبوبة وظل الوقت يمر وهي فاقد الوعي الى ان عد شهرين وفاقد طمارة وكانت صحوتها بالنسبة للي راح يصير بعدين هذي معجزة بسيطة طمارة اول ما صحت كانت انفكر نفسها انه هي نايمة ساعتين او ساعة ونص والطبيب كان واقف على راسها ويحاول يصحيها غصب عنها بكل الطرق هو يحاول يصحي بيها وهي تقول لي اتركني خليني نايمة انا مش ابعانة نوم فلما قالت هاي الجملة عرف الطبيب وتأكد انه طمارة مو حاسب اللي صار لها ولا تدري بشي ولا وعت للمرحلة اللي هي وصلت لها فصار الطبيبي سايرها ويلاطفها ويحاول يحكيو ايها حتى الظل صاحي فقال لها ما يصير اتنامين اني لازم اشوفك قبل لا تخلص النوبة مالتي واحكيو اياج ما اريدك تنامين ابد لازم نحكي اني وانتي بموضوع يخص وضعك وبعد راح اتركت تنامين طمارة قالت له يلا تمام روح اخذ راحتك وبس ترجع نحكي بعد ما طلع الدكتور من الغرفة طمارة بدت تحاول تتحرك لكن ما قدرت حاولت تتحرك ايدها ما قدرت حاولت تتحرك رجلها ايضا ما قدرت واستغربت فلما اجي الطبيب مباشرة باوعت له وقالت لا اني ما اقدر اتحرك هنا جاوبها الطبيب وصدمها لما قال لها يعني واحد نايم شهرين فطبيع جدا ما يقدر يقوم فهنا طمارة ظلت بين الصدمة وبين المزح فحاولت ما تاخذ الموضوع بجدية ظنت ان الدكتور يمازحها وبعد شوي طلع الدكتور راح على الغرفة العناية الثانية وتركها الطبيب لما طلع ترك ملف طمارة على الطاولة اللي يمها فهي لما باوعت على الملف وقرأت اسمها اجاها الفضول مدت ايدها وسحبت الملف وقالت خليني افتحها واشوف شنو حالتي ولما لزمت ملفها وفتحتها كانت حرفيا هاد صدمتها قرأت التقارير الخاص بيها بالكامل اللي كان مكتوب بيه المريضة طمارة محمد تعاني من مرض خبيث وكذا وكذا ابنقي العظام نتج عندنا انتقالات وبؤر خبيثة بالرأتين وبالمعدة وبالحوض ونتيجة الفحوصات الاخيرة تم التأكد انه وصل للدماغ ونتيجة هذا الامر تأثر جزء من الذاكرة لكن لم يتم التحديد اذا كانت الذاكرة البعيدة او القريبة والسبب هو وجود المريضة تحت الغيبوبة هنا طمارة لما قرأت اخر شيء بلشت صدمتها وقالت لحظة تركت الملف من ايدها وظلت حايرة وتفكر وتقول اكيد انا مو صاحبة هذا الملف واكيد مو انا اللي بيها الامراض مستحيل لان انا قبل شوي جنت انسانة طبيعية وقاعدة اشتغل ببيتي وواقفة بالشرفة والامر كله طبيعي واني عندي اولاد وزوج فشلون انقلب الوضع بهذا الشكل المهم طمارة بعد هذا الموضوع حضروا اهلها وطلبت منهم تشوف زوجها واطفالها وهنا كانت صدمتها الثانية قالوا لها زوجك انفصل عنيش اثناء ما چنتي بالغيبوبة واخذ حضانة الاولاد لان لما چنتي بغيبوبة زوجك اجي للمستشفى وظل يحاول وتأكد من الطبيب وتأكد من حالتك وقل للطبيب اكو امل جدا ضئيل انها تصحى من الغيبوبة واحتمال جدا كبير ان هي تظل بغيبوبتها لحد ما تفارق الحياة ونسبة انها تعيش او تصحى هي واحد بالمية وحتى هذه النسبة واحد بالمية تعد اعجاز اما نسبة تسعين بالمية والنسبة الاكبر انه هي تفارق الحياة والادهة والامار اذا فاقت من غيبوبتها راح تكون منتهية راح تكون فاقدة كل حواسها يعني تصحى مشلولة بالكامل فهنا قال الزوج للطبيب خير ان شاء الله وراح وبعد ما رجع طمارة لما سمعت هذا الموضوع انهارت وطلبت تشوف زوجها فلما شافته سئلته انت ليش سويت هيكي وليش اخذت الاولاد وليش طلقتني فكان جوابه الها لانك صرت عاجزة وغير مؤهلة تكونين ام او ربت بيت وكان هذا الرد بالنسبة لطمارة هو الضربة القاضية اللي دخلتها بحالة اكتئاب وبصراحة كان هذا الامر جدا طبيعي ومتوقع انها تنصاب بالاكتئاب بعد الصدمات اللي شافتهم واحدة ورد ثانية تقول كلمة زوجي الي لما قل لي انت غير مؤهلة ظلت دائما تتردد بالي ومستحيل انساها وقالت بالحرف الواحد الصرطان ما قتلني هذه الكلمة هي الي قتلتني المهم ظلت طمارة بعدها تحاول دائما تمشي وكانت تقول لطبيبها انا مو خايفة من المرض الخبيث بقدر مو انا خايفة انه ما ارجع امشي مرة ثانية اريد منك بس تساعدني حتى ارجع امشي وكانت طمارة جدا متعايشة مع مرضها كأنه جزء منها رغم صعوبته لكن كانت متقبل الموضوع وتقول انا راضي بقضاء الله وقدره وكانت دائما صابرة ومحتسبة عند الله وتريد فقط تمشي لكن الطبيب قال لها الاسف ماكو امل ترجعين تمشي مرة ثانية هذا الامر جدا مستحيل لان انت عندك اذية بالنخاع الشوكي اهنا رجع الطمارة لما سمعت هذا الكلام دخلت بحالة اكتئاب اكبر وصارت ترفض تشوف اي شخص ما تريد تقابل احد ولا تحاجي احد وصارت تنتظر اجلها وما ظلت الها رغبة بالحياة لان بالنسبة لها فجأة هيك بلمح البصر انقلب كل شي واتدمرت حياتها بعد ما كانت سعيدة وعدها زوج واطفال وبيت فجأة انقلبت الامور رأسا على عقب وخسرت صحتها وعالتها المهم ظلت طمارة على هذا الحال وظلت بالمستشفى وحالة اكتئاب جدا قوية صابتها فبيوم من الايام كانت تنتظر دورها حتى تاخذ اشعة وكانت تمغطي وجهها ما تريد تشوف احد ولا احد يشوفها بهالاثناء اجد طبيب المختص بالاشعة وكشف وجهها وقال لها عبارة قال لها يا بنتي خليك متأكدة انك ممكن تعيشين اكثر من ما انا اعيش لان الحياة والعمر هو مو رقم ونعيشه العمر هو طريقة نعيشها واسلوب انت يا بنتي انسانة رجعت من الموت بمعجزة فلازم تعيشين فرحانة فهنا ردت علي طمارة وقالت له انا مو زعلانة من خبث المرض الليبية انا فقط اريد امشي ما هامني ايشي ما اريد العالم تظل تباوع لي واني على هذا الكرسي المتحرك انا اكره هذا الكرسي وهنا جاوبها الدكتور وقال لها القرار اليج انت اللي تقررين اما تمشين مرة ثانية او تظلين على وضعيش لا الاطباء يقررون هذا الموضوع ولا كلامهم ولا حتى فحوصاتهم فكلام هذا الدكتور ظل يتردد براس طمارة وبعد كم يوم طلبت انه يجيها معالج فيزيائي اجاها المعالج وفحصها فحص بالكامل وبعد الفحص قال لها انت قلبك يشتغل بنسبة 20% والسبب لانه توقف اثناء الغيبوبة لمدة 7 دقائق وموضوع مشيت مرة ثانية هذا شبه مستحيل لكن رغم هذا طمارة كانت ما تريد تصدق هذا الموضوع وكانت ناوية تمشي بكل الطرق لان الحالة اللي هي بيها ابدا معاجبتها فبلشت من ذاك اليوم تنتظر الاطباء بعد ساعة 8 بالليل لما يغادرون المستشفى تقعد نفسها من السرير وتحاول توقف على رجلها فظلت تحاول تنزل رجلها من السرير وتوقف وظلت تحاول وتحاول اكثر من مرة وبكل مرة كانت تقع الى ان صارت تصير عدها كدمات وايضا ترجع مرة ثانية وظلت تحاول تلزم حديد السرير وتقف وتحاول ومشت اول خطوة بصعوبة وكانت المسافة من بداية السرير لحد نهايتها وهي لازمة حديد السرير وبهاي اللحظة حست بارهاق فضيع وكان قلبها يدق سريع وقعدت على السرير مرة ثانية وبهاي اللحظة حست بسعادة شبيرة رغم الارهاق اللي صار لها لكن حست انه هي جازفت وقدرت تحقق شي من اللي يبالها فقررت تستمر بالموضوع وما تحجي شي لأحد حتى الأطباء وظلت تجرب تسند على السرير وتمشي وظلت تكرر هذا الموضوع أول يوم وثاني يوم وثالث يوم واستمرت لمدة أسبوع بعدها بكم يوم كانت طمارة الصبح ساعة تسعة تنتظر طبيبها يجيها شافت الطبيب اجيه وكان يجهز ملفات المرضى حتى يكشف عليهم وأول ما دخل لغرفتها قامت طمارة ولزمت سريرها وظلت تسند ومشت قدامه من بداية السرير لحد نهايته بيومها تفاجئ الطبيب وانذهل من اللي شافه وقال لها شنو هاي انتش دا تسوين فردت علي طمارة وهي مبتسمة قالت لدكتور أنا مشيت وهو صارت الأرض ما تشيله من الفرحة وبعد شوي دكتور الأشعة اللي نصحها أول مرة زارها وقالها شفتي لما قررت تمشين مشيتي بإذن الله المهم بعد فرحة الأطباء والمقربين من طمارة عرف زوج طمارة أنه هي رجعت تمشين فزارها وكان بحال الذهول وقالها مستحيل أكيد أكو شي مطبيعي فردت علي وقالت له شفت أنا واقفة طبيعي وأقدر أمشي وبعدها طلب زوجها منها أنه يرجحها ويرجعون يعيشون سوية مرة ثانية لكن هي رفضت رفض قاطع لأن حست أكو هواي أمور تغيرت وصارت تحس أنه تمارة قبل الغيبوبة مو هي تمارة بعد الغيبوبة والحد الآن والحد هذا اليوم تمارة عايشة الحمد لله وتأخذ أدويتها وتأخذ العلاج الكيميائي وكل يوم عندها جلسة أشعة كيميائية لأن المرض الخبيث بالنخاع هو من أخطر الأنواع الله يبعدنا ويبعد كل إنسان عنه والحد الآن الأطباء ما قدروا يعرفون انتقال المرض للدماغ وين بالضبط هل هو بالذاكرة البعيدة أم القريبة لكن نتيجة الفحص السري يتقول أنه هو واصل للذاكرة القريبة فتمارة حاليا بعد كل الأدوية والعلاجات التي تأخذها تتمرن على تنشيط الذاكرة القريبة وبالآخر طمارة حبت توصل رسالة جدا مهمة وضرورة تسمعوها حبت تقول هذا المرض رغم صعوبته والناس كلها تخاف منه لكن مشرط يكون نهاية ممكن يكون بداية حياة لأن كل الأطباء اللي شافوا حالتها وشخصوها وكل الملفات الطبية الخاصة بيها كانت تأكد أنه عمرها قصير وإذا عاشت ما رح تقدر تعيش أكثر من شهرين لكن سبحان الله بفضل الله طمارة صار لها سنة ونص عائشة وكل الأطباء اللي كانوا مشرفين على حالتها سابقا لما شافوها بالوقت الحالي كانوا مذهولين بالفعل طمارة مثال للصبر والقوة والإرادة الحقيقية والنجاح آخر شي قالت طمارة بخصوص موضوعها قالت أنا ما حبيت أعيش على مود نفسي حبيت أعيش فقط من أجل أطفالي حبيب اللي شاهدتوا هذه الحلقة وسمعتوا قصة طمارة اكتبوا رأيكم بالتعليقات واكتبوا اللي بخاطركم الطمارة وهي إن شاء الله راح تشاهد الحلقة وراح تشاهد تعليقاتكم لهنا وصلنا النهاية قصتنا أتمنى تكونوا نستمتعتوا بيها وتعلمتوا ولو شي بسيط منها تقدرون تتابعون البرنامج على قناة سامراء الفضائية وعلى فيسبوك ويوتيوب وهذه حساباتي تقدرون من خلالها تتواصلون وياي وترسلوا لكل قصصكم لحي ما نلتقي مرة ثانية أشوفكم على خير في أمان الله